السلام عليكم ورحمة الله وحبا بكم معي في قناة خاتجة شانع القناتي وقناتكم وقناة كل أحباب محبوبكم في جديد فيديو جديد كنشكر الناس لكي يخليوا لي تعالي قزوين بزاف الناس لي متبعيني في القناة وكنشكر أي واحد كيدعم القناة من قريب ومن بعيد في هذا الفيديو هذا سنتحدث لكم على مرهم أو فمضة كيف نسميه رائع جدا لإزالة الحبوب والندوبات والحروق وأثار الجروح يعني في حياتنا اليوم دائما معرضون للجروح لذلك عدنا ميديكا الصول هي تقضي على هذه المشاكل كلها اللي هي الأطار للحبوب والجروح والكلف نعم يا لبنات كيف كتسمعوا هي رائع جدا للكلف ميديكا الصول اللي بغا تبيضة لبنات المشرة ديالها كتكون من مواد طبيعية عشبية مية في المية اللي بالناس كيف كتسمعوا معي فهي كتكون مواد عشبية طبيعية مية في المية المثال كابريتات نوميسين ثلاثة فات إلى خمسة جرام كما تحتوي على زيت اللافندر يعني أي بغا فغما سيسولوا على مكونات ديالها غادي يقول لكم أنها كتكون من مواد طبيعية مية في المية وأيضا كتكون من البرافين السائل برافين السائل آآ وزيت إبرة الرعي هذي ما هذي عشبة طبيعية معروفة آآ معروفة شخص نسمينها في المغرب اسمها آآ آآ إبرة الرعي هذيك العشبة وهي كتست كتستعمل المواد ديالها وزيت ديالها فهذه البومادة هذي 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 البومادة هذي كتساعد على إنتاج الكولاجين والشفاء والتئام الجروح كذلك كذلك هي كتتوفر على واحدة تأثير مضاد للجروح والالتهاب فهي كتسكن الالتهابات النتيجة على القزيمة او لا الصدفية هي فعالة جدا جدا لعندهم الناس اللي عندهم القزيمة او الصدفية آآ وبالنسبة لهذه البومادة هذي فهي فيها الصغيرة والكبيرة فيها الماضي كاسول هو مرهم في الصغير تمان دياله هو خمسة وعشرين درهم لها بحالة دي صغيرة والكبيرة في آآ تمان ديالها خمسين درهم وأنا يمتأكد أنه المناس إذا جربتوها ما غاديش يخطاكم أنا من نهر اللي جربتها الوجهي ويدي كانت عندي حرقة في اليد ومن يستعملتها اللي كان لحظ الفرق في واحد يد واحدة اللي لوحدة كاتب ببيضة لأنها دروا ري تبعها وخمس بعد ما تبراج الجرحة من ذلك الحرقة كتبقى يتبعيها وخاي براء الثار كتبقى يتبعها مدة اسبوعين لحت الفرق في اليدين وحدة بيضة واحدة واحدة كانت صمرة اصف كده علش اللي ما استعملش اليد الاخرى ومن اللي قرأت عليها وطبعت آآ للناس الصيادة اللي دواوا عليها دواوا عليها بالزاف الناس الصيادة اللي يأكدوا انها طبيعية مية في مية ممكن تستعمل للوجه فهي آآ علاج فعال للكلف هي كيف كنت تسمع على لبنات للكلف فهي كتقضي على الكلف وكتقضي على اثار الحبوب بالنسبة للناس الشباب اللي عندهم حب شباب الاثار ديالو وفي نفس وقت الجروح عما يكون شفيت عليها هذك الجروح مدة طويلة يعني سنين وهي فيك لا في الوجه ولا في اليدين يعني يكفي انا تكون مثلا هذك دعام كانت وقعت لك شي مشكل وخلال لك اثار تبعيها لمدة ديال شهر غادي تلاحظي ان اه اختفى الجروح الاثار ديال واختفى في المرة بالنسبة للطريقة الاستعمال ديال هاي البنات ضروري ضروري تستعمل في الليل متساملش بالنهار كتغسطي وجهك مزيان بالصابو او لا اي الجل دوش اللي كتديري الوجه من بعد كتتبقيها على وجهك ممنوع السمش نهائيا ممنوع الشمس صافي في الصباح مني كتفيقي عاوز كتغسطي وجهك وكتدير كريم ديال الشمس بالنسبة لهذا كريم هادي مزيان للصغار او للقبار الاندراري الصغار اللي كيكون فيهم الطياب او للناس الكبار حكيني الناس كبار كيكون عندهم الطياب في الفخدين كتستعمل ايضا كتستعمل ايضا البين الفخدين اللي كيكون عنده دك السواد البين الفخدين او الطياب كتستعمل للقزيمة وبالنسبة الناس اللي كان عندهم مشكيل ديال بوشويكة لا بنسبة الصغار ولا الكبار خصوصا كيكون في الوجه هو ما بغناش يتراسلين للوجه ديالنا في بوشويكة ولا في الجسم ديالنا هادي كتستعمليها من مرة مش شفاء دياله من مرة متشافة الجرح وتلائم واحد شوية صافيك تديرها من فوقه راها ما ديش تخلي الاثار دياله نهائيا خصوصا للبنات الصغار ولا الوليدات الصغار اللي خصوصا كي نوضليهم في الوجه ومسلا عرفتو بوشويكة كيخلي واحد الحفارة خيبة في الجسم او اللي في الوجه هادي زوينة زوينة بزاف منسبة الناس سولوا لها الباها فغماسي ميديكا سول زوينة طبيعيا مليون في المياه وعند تجربان انا كنتوي معكم انتم ما راها كنتستعملها لمدة طويلة وكما لاحظت عليها الفاق وقريت عليها را ما ديش نعرف الفوائد دياله وكنتستعملها دبايا في الوجه ديالي وبالنسبة لكيف قلت لكم مراهيرة جربتوها لبنات من نهار ما ديش تخطاكم من نهار جربتها وما ديش ما ما اختطنيش جربتها لوجهي وديها وحمقات نينية وجه ديالها وهي ديما معي اه ضروري الناس ضروري غد تحرقي ضروري غادي تجرحي وراها كتسكن الالتهاب فهي اروع كريم ايضا للتبيض كتستعمل كيف قلت لكم بالليل قبل النوم وضروري تجنبوا الشمس ضروري تجنبوا الشمس وبالنسبة الناس اللي عندهم الاثار قديمة عام يفتش عليها عام تقدر يديريها ومزينة احتى هذا المشغل يكون في وقت البرد اللي كيكون في الوجهه الجانب ديال الفم راها رائعة كتقضي عليه كتقضي عليه جدا وما كتخليش يومين كتحسي عندك تخلي واحد ترطيب عميق عميق جدا اه كنفضل كيف قلت لكم انها تستعمل بالليل ما تستعملش بالنهار وغادي تلاحظوا النتيجة ديالها من الاسبوع الاورادي تلاحظوا واحد البيض واحد النعومة اذاك الالتهابات والحكالي كتجيكم بسبب القزيمة بالنسبة الناس اللي عندهم قزيمة اضافية غادي تختافها من اول استعمال اذاك الالتهاب كي اختافها نهائيا هذا من بعد كي تعطيكم العلاج وكنت اه يعني واحد المرهم الرائع لكن كنصح به اي بيت يخصي يكون في هاد المرهم هذا وتكون فيه العلبة الكبيرة لانه غادي تساله وغادي تحتاجه عادي تاخذي بالنسبة للتمن دياله راه قلت لكم القرعة الصغيرة بخمسة وعشرين درهم اتمنى للفيديو دياليوم الى الاعجاب ديالكم ما ننساوش الشراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله